مرحبا بكم أعلن وزير الثروة الحيوانية بولاية الجنوب دارفور مسار علي مسار اكتمال الترتيبات الخاصة بصادر اللحوم من الولاية بعد اكتمال الإجراءات كافة المتعلقة بصحة الحيوان من تطعيم ومراكز بيطرية منتشرة في كل مناطق وجود الثروة الحيوانية وأوضح مسار خلال وقوفه على المراكز البيطرية في بلدية نيالة ومحلية نيالة شمال وأسواق الماشية في نيالة نوزارته ظلت تعمل على المحافظة على الميزة التفضيلية لولاية جنوب دارفور في مجال الثروة الحيوانية من أجل إبراز دورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر الصادر من الثروة الحيوانية التي قال إنها تكفي للإستجابة لأي طلب في الصادر أشهد حسين ياسين حمد والي ولاية النيل الأزرق بالدور المتعظم للبنوك والمصارف العاملة بالولاية وكبير إسهامها في تعزيز مسيرة النهضة التنموية بالولاية جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد مديري المصارف والبنوك برئاسة الشيخ صالح محمد عبد الله رئيس اتحاد المصارف مدير بنكم درمان الوطني بالولاية وذلك بحضور العميد شرطة دكتور أدم محمد الأمين وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة والدكتور عبد الرحيم محمد الحاج المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والتنمية البشرية وتناول اللقاء مجمل التدابير المتعلقة بمشاركة البنوك والمصارف في إنجاح مشروع تجميل مدينة الدمازين من خلال توفير التمويل اللازم لمشروع المجمعات الاستثمارية بوسط مدينة الدمازين بحث الاجتماع المشترك الذي ضم دكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة ودكتور عبد الله حمد النيل معتمد الحصحيصة والمسؤولين في الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية والمحلية وممثلين المزارعين بالولاية بحثت سير الأداء في مشروع المليون شجرة مثمرة وبستنت المشروعات الزراعية وسبل الكفيلة لتحريك وتفعيل الأداء والرؤى المشتركة في مجال التطوير القطاع البستاني واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه الأداء وسبل تذليلها وسير العمل في الأداء في كهربة المشروعات الزراعية افتتح حوالي شرق دارفور الأستاذ أنس عمر محمد فضل الكريم اليوم بمحلية أبو كارينكا عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالوحدات الإدارية المختلفة التابعة للمحلية وشملت المشروعات التنموية معظم المناطق بالوحدات الإدارية في كل من بخيت ومرا كوبا وهلالي وجاد السيد وخاطب الأستاذ أنس عمر محمد فضل الكريم ولشرق دارفور اللقاءات الجماهيرية الكبيرة في عدد من المناطق بحضرة المحلية وقال إن هذه المشروعات والمنشآت الخدمية ظلت تمثل الشريان الأساسية لحياة المواطنين في المنطقة وقال إن مشروع زير عطش وزير مدارس جش ينضيان فقد تم ودعو مباني الجش في المواد المحلية في أبو كارينكا اطمأن مجلس إدارة مشروع جزيرة في اجتماع عقده أمس بالخرطوم برئاسة الدكتور إبراهيم الدخيري رئيس مجلس الإدارة على سير ترتيبات بدء عمليات الحصاد لمحصول القمح والتي من المقرر أن يدشنها النايب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح في السادس عشر والسبع عشر من الشهر الجاري وقال الباشماندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة والمناجل أن هذه المساحات المزروعة من القمح لهذا الموسم والمستهدفة بعمليات الحصاد تقدر بأربعمائة وثمانية عشر ألف الدان بلغت ثمانية ألف الدان من حيث زيادة عن الموسم الماضي مشيرا إلى تشكيل لجنة العليا لمتابعة عمليات الحصاد بجانب لجنة أخرى متخصصة لتوفير آليات الحصاد وقعت حكومة ولاية غرب دارفور مع شركة سي سوي العالمية عقدا لتصنيع 200 عمود لمشروع كهرباء محلية بيضة المرحلة الثانية وذلك بحضور الأستاذ محمد إبراهيم شرف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والي غرب دارفور بالإنابة وعدد من قيادات الأجهزة الرسمية في الولاية وأوضح الدكتور عثمان يوسف معتمد محلية بيضة أن التكلفة الكلية للمشروع قدرت بمليون وثمانمائة وخمسين ألف جنيه مشيرا إلى أن الفترة الزمانية لتنفيذ العقد حددت ستين يوما وأضاف أن المحلية ستعمل جهدة لإكمال بقية المشروعات الخدمية فاصل في ميال المياه والطرق في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة مؤكدا أن المحلية تعتبر المحلية الثانية من حيث توفر الخدمات في الولاية نتقل عقب الفاصل لطيفة من الأخبار الإقليمية الاقتصادية وترجمة نانسي قنقر